الأصل الثالثة السؤال الثالثة الذي تسأل عنه في قبرك ما النبيك عليه الصلاة والسلام؟ تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وقريش من العرب العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام له من العمر ثلاث وستون سنة نعم أربعون قبل البعثة ثلاث وعشرون نبيا ورسولا ثلاث وعشرون نبيا ورسولا هو نبي ورسول إلى من بعث إلى الثقالين الجن والإنس إلى جميع الخرب ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ أن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر الهود والنصار الذين في جامنين عليه الصلاة والسلام والذين في جامنين الآن إذا بلغتهم دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام لابد أن يؤمنوا به وإن لم يؤمنوا فهم كفا وخالفوا ما أمرهم به موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد وينذر ويحذر من الشرك هذا الدين ولله الحمد كمل لا ابتداع في الدين ليس لنا إلا أن نتبع ولد بمكة عليه الصلاة والسلام ومات ودفن بها صلاة والسلام ومات ودفن بها صلاة والسلام ولا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والله عنوه لذلك ليس لذلكå هم قاعدنا منها ترجمة نانسي قنقر